بعد تعاقد النادي الاهلي رسميا مع رضا سليم قعد تفكر واشوف وقول وهقول المغربة في مصر يا جماعة بيعملوا نجاحات عظيمة جدا اللاعبين المغربة بيقدموا مع فراغهم في مصر مباريات كبيرة جدا ودايما مؤثرين ودايما بيصنعوا الفارق ودايما لهم اضافة كبيرة في اي نادي انا بقول على سبيل المثال وسبيل الزكر ومش الحصر احنا منتكلم وليد ازارو كان هداف مع النادي الاهلي بدر بنون كان مدافع صلب مع النادي الاهلي اشرف بن شرقي مفيش بعد كده محترف كان مع نادي عزة مالك وطبعا قنجم اللي ما كانش حظه كبير ولكنه لاعب كبير بكل المقاييس بيراميد عنده اتنين تؤال اوي 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 من المغرب وليد الكارتي ومحمد الشيبي واحد في نص الملعب واحد كظاهير ايمن انا بقول الكلمتين دول ليه علشان فرصة دايما ان عينينا تبقى موجودة على الدول المغربي عينينا تبقى موجودة على اللاعب المغربي ادام رجبة الحكاية ادام فيه كامستري كده وكامية بين اللاعب المغربي والفرق المصرية ادام مشى ما تروحش بقى تدور على لاعب برازيلي ولاعب كولومبي ولاعب بوليفي وحتى لاعب غاني ولا لاعب نيجيري ولا ولا رجبة مع اللاعب المغربي كامل كامل ودوره وتعامل مع انه هو سوق فيه لاعبين كتير مميزة وبصراحة مش بس المغرب بص على تونس كمان بنستفيد منهم على سبيل المثال وليس الحصر فيه بعد كده جمال محترفين علي معلول وفرجاني ساسي فيش بعد كده شكرا